موسيقى مشاهدي لوسيتان فوينا كنتم أهلا ومرحبا بكم في عين على البطولة وبطبيعة الحال سنتكلم عن مخلفات نتائج الجولة 16 لها هي أول جولة مباريات العودة الخاصة بالبطولة الاحترافية وكانت نتائج متباينة وأبرزها أن الفريقان الجيش ملاكي والرجاء يسع الفريق بينهم وبين الفريق الثاني في البطولة البركانية الرجاء الرياضي طبعا يسق بالخارج الميدان ويسق أن المباريات دياله إلا أنه استطاع لأنه يفوز على يوسفية برشيد بجوجه للصفر فيما فريق الجيش الملاكي فتمكن أنه ينتصر لفريق شباب محمدية 3 هناك نقول بأنه فريق الجيش الملاكي فيمكن نقول أنه لقى فريق لمكانش يتدرب وبذلك ما ضيعش الفرصة وانتصار مستحق اليوم الجيش الملاكي في الصدارة رفقة الرجاء بـ 36 نقطة والمركز الثاني كين فريق النهضة البركانية اللي نهازم في ديربي الشرق أمام المولو ديالوجدية بواحد لصفر نتائج متباينة خاصة أنه فريق الويدد الرياضي أيضا نهازم في المباراة دياله أمام الفتح الرباطي وبذلك الفريق ما بين الفريق الجيش الملاكي وكذلك الرجاء فوصل إلى النقطة العاشرة فيما فريق نضت بركان اللي يمكن نقول أنه كل شيء كان يتكلم على أنه منذ بداية الموسم غيكون الفريق اللي قدر يصار على اللقب ولو أن الأمر لحد الساعة ما تحسم شيء ولكن صعابة المهمة لما كتولي الفريق ما بين الفريق المقدمة وكذلك الفريق المطاردة 10-11 نقطة فالأمر بدك يصعب وخاصة أن المباريات ديال العودة هي مباريات كتكون صعبة وكيكون فيها الحساب بزاف لأنك كتواجه فرق اللي كلها كتعاني سواء اللي كيقلب على الانتصارات من أجل مواصلة المصار على مستوى الصدارة وفرق أخرى اللي كتكون في أسفل الترتيب ويمكن أنها كتدير كل مفجدها باش على الأقل تخطف نقطة ديال التعادل مع الفرق ديال المقدمة طبعا هذا الشيء كامل كيعطينا ديال واتشويق خاصة أن المباراة القادمة في البطول الاحترافية غتجمع مبيل الفرق ديال الصدارة الجيش الملاكي ضد الرجاء وأي فارق انتصر هنا فطبيعي جدا غاديكون من الفرق اللي هو المرشح الأول باش يفوز باللقب ديالهاد الموسي